بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السادسة قضية تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ونتناول الدرس السادس الخدمات الانتقالية لذوي الإعاقة طبعا الخدمات الانتقالية لا يوجد اتفاق على ما هي الخدمات الانتقالية ولا يوجد اتفاق على العمر الذي يجب أن يبدأ فيه تقديم هذه الخدمات ولكن عند ذكر الخدمات الانتقالية دائما يتوادر إلى الذهن الانتقال إلى عالم الرشد وخصوصا الانتقال إلى عالم العمل ويعد هذا هو مفهوم ضيق للانتقال فالانتقال مفهوم أوسع من ذلك له العديد من الأشكال والأنواع سواء كان الانتقال من المنزل فالانتقال إلى الروضة أو من الروضة للصف الأول أو إلى المرحلة الابتدائية وهكذا طبعا نقصد به هو مجموعة من الأنشطة المتكاملة المكيفة الهادفة لتهيئة الطالب لتحقيق النتاجات المتوقعة منه في مرحلة الرشد لو انتقلنا الآن نتحدث عن المراحل الانتقالية في حياة الفرد ذوي الإعاقة أولها الانتقال من المنزل إلى المركز أو الروضة ثم الانتقال من المركز إلى المدرسة الابتدائية ثم الانتقال من المدرسة البداية إلى المدرسة المتوسطة والانتقال من المدرسة المتوسطة إلى الثانوية ثم الانتقال إلى عالم العمل لو تحدثنا الآن عن إشراك ذوي الإعاقة في التخطيط للتأهيل في مرحلة الانتقال للعمل طبعا عند وضع أهداف التأهيل المهني فإن المقابلة تساعد في اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة للمهن التي تلائم حاجاتهم وقدراتهم ويتطلب وضع الهدف إشراك الفرد الفعال في تحديد الخيارات المهنية وبالاعتماد على تعديلات قوانين مثل قانون التأهيل الأمريكي مثلا فإن خط التأهيل تشير إلى برنامج التأهيل الفردي المكتوب والتي يجب أن تشمل على عدد من الأمور مثل أهداف التأهيل طويلة المدى وقصيرة المدى وخدمات التأهيل الضرورية ومحك تحديد مدى تحقق الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى وطريقة إشراك الطالب في الاختيار من بدائل الأهداف الموجودة ولو تكلمنا الآن عن المكونات الأساسية للتخطيط المهني أولها استكشاف الذات ومثل تقييم القيام والاهتمامات ونقاط القوة ونقاط الضعف أيضا تحديد البدائل المهنية الملائمة وتعرف المعلومات المهنية والتربوية والتدريبية وتحديد الخيارات المهنية والخطة العملية وتطبيق الخطة العملية أيضا الآن لو تكلمنا عن مسؤولية المدرسة تجاه إتمام الانتقال الأولي طبعا يجب أن يعامل الانتقال من المدرسة إلى العمل بوصفه إجازة مرور لجميع الشباب ذوي الإعاقة عند مغادرتهم من المدارس إلى سوق العمل ويطلب ذلك من برامج التربية الخاصة أن تلعب دورا نشطا في توفير أشكال الدعم والخدمة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش والعمل في مجتمعاتهم يعني قلنا هذا الكلام مهم جدا مسؤولية المدرسة ومسؤولية التربية الخاصة في إتمام هذا الانتقال لو تكلمنا عن تصيق الخدمات لتنفيذ مطلبات الانتقال من المدرسة إلى العمل طبعا ما تزال الحاجة كبيرة جدا لتحسين النواثج ما بعد المدرسية للشباب ذوي الإعاقة خدمات الانتقال تعني جملة من النشاطات التي يتم تصميمها ضمن عملية تركز على التعليم ما بعد المدرسة والتدريب المهني والتوظيف وأيضا التربية المستدامة وخدمات الراشدين مثل العيش المستقل المشاركة في الحياة المجتمعية أيضا تحقيق هذه الأهداف يجب أن تتعاون الجهات ذات العلاقة وتنسق فيما بينها عند التخطيط لخدمات الانتقال في البرنامج التربوي الفردي للطالب لو تكلمنا الآن عن ربط المدرسة بالعمل طبعا يتطلب التخطيط الجيد للانتقال المدرسة للعمل من المعلمين والمديرين التركيز على الروابط بين منهج المدرسة وتوقعات عالم العمل والصناعة أيضا ولكي يدرك أصحاب العمل المشاركون مفهوم التدريب في أثناء العمل ولكي يتقبلوا التحاق طلبة المدرسة الثانوية في مواقع العمل التابعة لهم يجب علينا وينبغي علينا أن نشعرهم أنه من المفيد لهم الاهتمام بهؤلاء الموظفين وينبغي على كادر المدرسة نفسه أن يحرص على إتاحة الفرص لهم للمشاركة في القرارات المتعلقة بتحديد طبيعة العمل الذي سيقوم به الطالب وأيضا المسؤولية التي ستلقى على تعاتقه والتقدم الذي سيحرز فيما بعد وهناك مجالات تشاركية كثيرة بين المدرسة والعمل من هذه المجالات كما هو موجود أمامنا المهارات الحياتية مثل الملابس الملائمة والسلوك المناسب ومهارات استخدام وسائل النقل مثلا أيضا لدي مجالات المهارات العاطفية مثل الثقة بالذات وإدراك الاهتمامات والقدرات الشخصية واحترام السلطة والقدرة على العمل مع الغير وأيضا يوجد لدي المهارات اللازمة للاستخدام مثل الحضور الجيد ومعرفة العمل مثل القدرة على طلب المساعدة وتقديمها وأيضا الإنتاجية